الله عليه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه قال الفضيل بن عياض لا يغرنك كثرة الهالكين يعني إذا رأيت كثيرا من الناس في الضلال والجهل لا يغرنك أنه هؤلاء كثار أذن أنا معهم لا يغرنك كثرة الهالكين فهل هذا الجهل في العقيدة هو نتيجة محبة الأهل لأبنائهم يعني قبل كنا عن نتكلم أن الفرض الأول في حق الأهل نحو أولادهم تعليمهم أصول العقيدة نحن قلنا في المسؤولة في المسؤولة في المسؤولة الشرح القويم على الصلاة المستقيم أن يغرنك كثيرا من أولا من المسؤولة في المسؤولة في المسؤولة في الأسفل لا يغرنهم thought أم لعظيم والفهم، تشكرون بالتك award sopra تلا الفخم مس مجزل ولكن ي blob في المسؤولة في الأسفل يمكن أن أربعة إلى اللهمية quoting يمكن أن أatsتأخذ المسؤولة في السيارة يمكن أن يؤية على الأسفل كثيرا من أجل من المسؤولة في المساولة في الناس كما يتجاهل من يستمع بجرارة في الإسلام في القرآن فضيل بن عياد لابن عياد فضيل بن عياد ومعني عياد شيء كبير عبد من كبار كبار الصالحين كمبير من كبار الصالحين من المعلماء الزاهدين الولياء الصالحين كما نعرف من العلم والعمل ومعلم كان يعرف من نعلم والعلم ومعلم كان في المشاهدة في المشاهدة في ايام حرون الرحيد عندما كان في ايام حرون الرحيد كان في تأخذ إعجابه لقضية ومتعهم كان في أشياء، لم يكن اكتبه عندما كان في الفضاة بن عياد فالله يقول لسيطة أن يجيسد أن أخذ من المساعدة لذلك تريد أن تطلبني إلى أحدهم كما يعني يقول يقول أنه لا يجب أن تكون تحسن تحسن عن من ومن تحسن أسبب مرحبا ون يقول أنه لا يجب أن يقول عاجوا صغير معهم. بعض الاحيان واحد شو بيطلع هيك مثلا بشوف ان الوهابية منتشرة في منطقة ايه كل هيدول الناس مثلا باوروبا الكثير من المراكز تمويلها وهابي فالامام وهابي. ففيك تقول اه شوف هؤلاء لان الوهابية الرابطة استخدموها لبناء وشراء واستئجار ودفع رواتب التابعين لهم فكان عندهم امكانيات وليس معناه انهم هم السواد الاعظم او انهم اهل الحق لكثرتهم في بلاد الغرب انما الدولة التي وراءهم قطر والسعودية مولتهم لينشروا عقائدهم الخبيثة الترسيم والتشبيه وتكفير المسلمين الذين يعملون المولد او بالأولياء والسالحين لا يجب ان تردك من قد يتدعون أن هناك وضع بين في المخدرين على السقائل في الإنظار إلى الإنظار إلى الأوروبي هناك الكثير من البسائل اكثر من المغربات التي يترضى في السنيع في المخدرة 30 عامات قد يتعالي إذا كانوا قحمت رغيتهم و قمت في التأمس للتأكيد عليها لن تكفيق في حضورة حتى ينشروع عقيداتهم الكفريا كيف تحبير كفر كيف يتعطي كله لفعل تتعطي للقفر يتعطي للأسفل يتعطي للأسفل ما يتعطي للأسفل يتعطي للأسفل يتعطي للأسفل كيف يقول هذا مثل هذا المسجد كما أردت أنت في هذه السفارات وقفت إلى السفارات فانت لم يكن لدينا 10 فرقات أنا لم يكن لدينا 10 فرقات في هذه المسكه لذلك لأن هذا يكون محاولة المراكز التي تنشر كفرهم وضلالهم التجسيم والتشبيه والقاضي حسين من كبار علماء مصر الشافعية علامة الدنيا في زمانه نقل عن نص الشافعي أن الشافعية قال المجسم كافر نحن وين والإمام الشافعي ما يجي واحد يقول أنا أنا ما دخلني أنا الحيط الحيط يا رب السترة إذا واحد كفر أنا ما بقول له كفرت بيطلع لنا بعض الحمير حشان تستمعين يعني بيطلع لنا بعض الأغبياء بيقول أنا ما بكفر ما بقول عنه كافر أنا بقول قوله كفر إيه وإذا واحد سرق ما بتقول عنه سارق بتقول فعله سرقة إذا واحد كثب ما بتقول عنه كافر بتقول قوله كثب وإذا واحد اشتغل بالربا ما بتقول مرابي بتقول هذا فعله ربا إيشو عم تلعب على الدين وعاللغة العربية وعالعقل السليم قال كفرا فقائل الكفر كافر بدأ اتنين اختلفوا فيها الشافعي يقول المجسم كافر وكذلك الإمام أحمد وكذلك أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك القرافي أو ملع علي القاري ملع علي القاري نقال عن الأمة الأربعة تكفير المجسم نحن منا أتقامن هاولا يعني الله ما تدون يا شيء كابير كفرا فقائل الكفر كافر كفرا فقائل الكفر بنسبوا لله الجسم هؤولاء مجسمة ليسوا من أهل السنة لا يغرنك كثرة الهالكين على كل لو استعملوا 5-6 مليارات في السنة هايدي الرابطة بتنشر تطبع لكتاب تطبع وكتب من أفخم الطبعات إلزام بخيم لغ ليفر بلوزيور كولور ميور بابيير الميور كوفيرتور شو اسمه مثلا عم بعطيكم مثال أنا التفسير العشر الأخير يعني ثلاث أزاء من القرآن الكريم قد سمعوا تبارك وعمى تفسير العشر الأخير أن الجماعة بحب القرآن الكريم وبدون يعلموا المسلمين تفسير العشر الأخير موجود عندي هذا الكتاب عاملينه 50-60 لغة خمسين ستين لغة الصيني بلlearning بلabilence بل搞ورده بل韓و بلبي بلإيطالي بل stroبي بلعربي 40 أو 50 لغة كن ، قد من ذلك يقولون مثلا يعني إلـ smash assessment ل costly لouth ليس محفل لذلك نقول عشر لأنك في القرآن 30 جزو وإذا تقول روى فالدعوه وإذاً يطلبون لكي يترجمون لكي يترجمون لكي يترجمون ليس صحيح وضعوا فيه عقيدتهم وضعوا قصة من خيالهم لا أصلا لها الوحد يسمى عبد النبي عبد الرسول ووحد يسمى عبد الله هذا يسمى عبد الله عبد الرسول بالأخير يطلع أنه هو كافر وبيتشاهد وبيتنع ät çık لماذا؟ تعرف ما يعني عبد الرسول معناه خادم الرسول هذا عبد الرسول عبد الرسول ومعنى خادم هذا عبد هل خادم وهو ملكه وهذا معناه عبد م لا معناته الرسول ربه لا ما معناته بس عند الاغبياء النجديين الوهابيين هيك بيتصوروا اذا واحد وقف تحت الشجرة عم يدعو الولاي عم تعبد الشجرة لك يا غبي يا قليل الفهم من قال لك اعبد الشجرة انا استظل بها وادعو الله جاليف لما سولان بردولار جادو على الله سبان تعالى ميجو كما انت اذا صليت تحت الشجرة ما بتكون عم تعبد الشجرة وانت اذا بتوقف مقابيل الحجرة عندهم سيارات بجيبو لك سيارة بتمبرم هونيك هيدول الشرطة التعوت الحرم بجيب سيارة قال على بعد ميتين متر ممنوع ممنوع ليش ممنوع لانه يقول يمكن عم تعبد محمد يمكن عم تعبد قبر محمد تتصوى ان فاسد الحجرة يقول يمكن عم تعبد كيف؟ هذا هو هو مكان عم منعي منه كما لو منعتني من الجلوس في بيتي بس لتعرفي الحكم الشرعي مسجد بقعة عامة ملك عام سيتو مانتردي توم بخيف دو سا سيكم توم بخيفي دو مي بخو بخو بيان إذا أنت منعتني أن أستفيد من مكان هو عام مشاع ليس في ملك أحد ليس في ملك أحد هنا يقولولو ملك الدولة ما في شي اسمه ملك الدولة هذا للمسلمين لعامة المسلمين إذا منعتني منه الحكم كأنك منعتني من مالي لأن لدي حق وأنا جئت إلى هنا قبلك فإذا أنت منعتني أن أبقى في مكان عام حرام عليك من كبائر الذنوب حرام عليك من كبائر الذنوب ستان جرون بشي بس هما برقوة إلزان تغديز أوجون دو سا سواري سيو بحطولك باريير من هون وباريير من هون وكو الشرطة من هونيك وشرطة من هونيك خلع هيك فيك يمكن عم تعبد محمد يمكن عم تعبد القبة نحن لا نعبد إلا الله نحب محمد والمكان الذي فيه نعظمه لأننا فيه خير الانام أما أنتون كلوبكم قاسيا وأفهمكم مطموسون عليها نعبد الله نعبد الله لبعض. كان بالأول على الشبيكة. سيدينا محمد أيام العثمانيين. في كان يا الله ومكتوب يا محمد. أنا شايفة. يعني أنا عم بحكيكم من عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة إلى اليوم. إلي في يا الله ويا محمد. بعدين هن بقولوا يا محمد شرك. فعرفت كيف. فرحوا شالوا يا أو الحرف بقي بقي شيء. بقي الأمر أنه فرجعوا شالوا شيء آخر. بزعمهم أن هذا الشرك يعني بزعمكم المسلمين كانوا على الشرك أنتوا جيتوا بالتوحيد. إذا قال الواحد يا محمد هذا مشرك عندكم يا أخ بياء. الصحابي خبيب قال يا محمد قبل أن يقتل. خال بن الوليد وجيش المسلمين في معركة مسيلم الكذاب كان شعارهم يا محمد. عبد الله بن عمر قال يا محمد لما خذرت رجله هؤلاء عندكم مشركون. بس حتى تعرفوا كيف هو دين الإسلام وكيف دين الوهابية. الوهابية يستباحوا دماء المسلمين في الطائف وفي الحجاز ثلاثين سنة حرب. وهيك لأنه الإنجليز والأمريكان كانوا وراهم. استباحوا دماء المسلمين وحروب وكذا. وليش دعموهم الإنجليز ليش دعموهم الأمريكان لأنهم يهمهم مثل هذه الفرق الضالة أن تعيث في الأرض فسادا. على كل لا يقول لا يغرنكم كثرة الهالكين هذا قول الفضير بن عياض. فإذا لم تحصن ابنك من من أن تعلمه الاعتقاد السليم قد يطلع الانترنت اليوم كتير من الصفحات على الانترنت بيكون فيها وهابيين. أنه بعدنا عم نحكي فيه أموال فيه تمويل فيه دولار فيه ريال فيه بترول يصرف لهذا. أنت بتروح روح على مكة المكرمة وروح على المدينة وروح اسأل عن كتب العقيدة للإمام البيهقي ما تجد. كتب العقيدة للإمام البلقيني لا تجد. كتب العقيدة للماتريدي والأشعري لا تجد. كتب العقيدة لإمام الجوة ما بيقول لك إلا عندنا الواسطية والتدمرية وما يسمى شو اسمه كتاب التوحيد تاع ابن عبد الوهاب. هذا اللي عندهم بس عقيدة الوهابيين. عقيدة الوهابيين عقيدة أهل الترسيم ليست عقيدة المسلمين. هذه عقيدتكم. لذلك كان بالأول بيكتبوا لك ممنوع الفيزا ممنوع جيب كتاب من بره. ليش؟ بدي يعطوك الكتب اللي عندهم. عندي كتاب جي ان ليفر كسي جون لا تتروف بالليفر دو العقيدة ديميز نانك تتروف كل اغليفر. على نفو دو العقيدة. بالحديث بيطبعوا لك كتب الحديث والقرآن الكريم. كتب الفقه. أما في العقيدة ما يباع كتب العقيدة اللي هي لأئمة الإسلام أحناف ومالكية وشافعية أشاعر وما تريدية ما فيه. هذا عندهم كتاب أن تسمينه مفاهيم في التوحيد. قل لك يا أيها المسلمون لا ينفع إسلامكم إلا إذا أعلنتم الحرب الشعوى على هذه الطرق الصوفية. فأخرجوها من بين مجالسكم ومجامعكم ومساجدكم وزواياكم حاربوها قبل يحوذر ليسوض ومجالس من أجل . يمكن أن يكون في التوحيد في المنزل وطرقيا في الهندين ومجالسكم في البقسان يمكن أن يتوجد 5.000-7.000 مليون في كل مقارنة أنهم يدفع إسلام أحنا إذا أعطلنا هؤلاء. إذن يقولون أنك لا يساعد الى إسلام على ما يرون أنك ينفع لن ينفع لن ينشدون إذا لم تنزل الإسلام أحناه وملاد لن تقاط لن ينفع لن ينفع لن تحوذر لأن بزعم كل هؤلاء ضلون وهذه الشرزمة المجسمة المشبهة يزعمون أنهم هم أهل السنة هم أهل التسليم والتشبيه أرادوا أن يسرقوا هذه الكلمة لكن أهل السنة في العالم لهم بالمرصاد أنتم وهابية هكذا سماكم شو اسمه مثلا صاحب كتاب رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين مطلب الوهابية الخوارج في عصرنا مطلب الوهابية الخوارج في عصرنا من أكثر من مئة سنة وقاضي مكة المكرمة أحمد بن زيني دحلان فتنة الوهابية هم سموكم وهابية فنحن على هذا المنوال تبعا لأهل السنة والجماعة نقول لكم وهابية والمراد بذلك أنتم مجسمة فإذا ما علمت ابنك وتركته لوحده يتخبط إما مع أهل الدنيا وإما مع أهل الدلال يهلك وتقول أنت سبب في حلقي إذا بذلك أنتم أعلموا بذلك وتركته لك بعض الصوماليين. هم كانوا شافعية اشاعرة. ولكن شو عملوا الانجاس? كانوا يعملوا بورس. يعني بتجي بتدرس نعطيك مال اكل شارب نايم نعطيك مال. بس بدك ترجع نعطيك مال لحتى تعمل مدرسة او مسجد. فرجعوا صاروا يقولون لاهليهم نحن اولاد زنة. انتم انتم كنتم على الكفر. انتم كنتم تعبدون القبور. نحن اولاد زنة. هيك بالصومال. 那么o من يجمعون المى الخارج اليهم. لكما إكفرات زنة يخبرين امنا بالاهم المى الخارج لم يردين كما على الوهبين في الامة المى الخارج هي كادية الدولة كل م rappers المكرمومة طهرة أم ماء الكعاد والوهبين الخارج باللقى على الع Gettinger. rast gone. حدوا العلم froze احتمنا مسجدين وهكئ المدين مitudين المدينة المنورة هي مكة ومكة أيضا لكن الناس كما في المدينة المنورة عندما كانوا في مدينة أو المكة عندما كانت مكة وكعبة موجودة وصنام داخلها وخارجها أيام ابو جهل وكذلك في المدينة المنورة كان عندهم صنام وكذلك اليوم الذي يعيث في الأرض فسادا هذه الفرقة التي كانت سبب للفتن في العالم الإسلامي فتن شو بيجي لي بليبيا بليبيا ولا بتونس بوقت من الأوقات لما هذا الغنوشي سكت عليهم لأنه إنسان منافق دجال يحطوا عبوات ناسفة على قبور الصحابة يحطوا عبوات ناسفة حشائمة الحمار يا حمير المسلم إذا راح إلى قبر ورجل صالح فتبرك به يكون عبده أبو حنيفة كان الإمام الشافعي كان يتبرك بقبر أبو حنيفة شافعي كان يعبد أبو حنيفة معاذ الله الإمام أحمد قال يجوز تبرك بالمنبر والقبر إما أحمد كان يشارعي الشرك بيزارة أنه يسرح في الشرك إمام شافعي كان يدعني بها الأبو حنفة سرعته إلى الشرخ إذاً يشعر على الشرخ إمام أحمد قال أنه يمكننا أن نجد منه على السيدنا محمد هل يطلقون أنه يستطيع المساعدة؟ أخرى في أحد المدين من يدوى ليس لذاً يقول ابن الجوزي من القبوريين هذا ابن الجوزي أسلم على يدي ألاف وتاب على يدي عشرات الآلاف من كبار علماء المذهب الحنبلي قبل ابن تيمية هيدولي الأقزام قال لك هذا قبوري شو قبوري يعني يقول أنه فينا نتبرك بالأولياء بعد مماتهم يجوز نعم يجوز التبرك بالأنبياء والصالحين في حياتهم وبعد مماتهم أما خالقني البركة هو الله وين الشرك يا أخبياء أين الشرك يا أخبياء أين هو قال معروف الكرخي أو قال إبراهيم الحربي قبر معروف الكرخي الترياق المجرب بعد إبراهيم الحربي شيخ الإسلام من السلف الصالح قال قبر معروف الكرخي الترياق المجرب ولا بتزعموا أنه أهل مصر لما بروح عند الحسين وسيدة نفيسة على الشرك هكذا يقولون يقولون أهل مصر أشركوا يعبدون الحسين يعبدون السيدة نفيسة كذلك بيقولوا بأهل الشام أشركوا يعبدون ابن عربي هذا ابن ابن العبدالله حفيده في شرح التوحيد على زعمه يقول كفر أهل الشام يعبدون ابن عربي كفر أهل العراق يعبدون البغدادي كفر أهل اليمن يعبدون ابن علوان هكذا يقولون خسئتم يا أشرار أنتم من عبد الأمريكان أنتم من جعل رأسه طوعا قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارًا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَعَلُّمْ عِلْمِ الدِّينَ préservez-vous ainsi que vos familles de feu de l'enfer c'est par le fait d'apprendre la religion et enseigner aux enfants pour ne pas être avec ces group sectaires حتى لا يطلع من هؤلاء الأشرار المجرمين القتلى الذين يقتلون باسم الدين والعياذ بالله تعالى والله تعالى يقول وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني الله أمرنا خلقنا ليأمرنا بعبادته خلقنا ليأمرنا بعبادته إِنُّ زَاكْرِيبُكِنُّ زَغْضَنْدُوْ لَا دُغِي فإذا بدك تعبد رب العالمين تحتاج إلى علم si tu veux adorer الله تعالى tu as besoin de la science الآن بعضهم يقول لك يا شيخ بدنا نجمع الأمة بدنا نجمع بدنا نوحد إِنْ جب لك عشر وثلاث عشرين تعلب وعشرين ضبع وعشرين نعجم حطهم مع بعباد بدنا نجمع الحيوانات معهم ما بيمشي الحال ils disent on veut on veut lier il faut faire l'unité il faut qu'on soit ensemble alors on va ramener 20 لoux 20 renards 20 liens 20 brebis et on dit soyez ensemble je vais être gentil entre vous ما بيمشي مع الدالين مع المهتدين dénoncez-le avant que les gens le suivent هذا حديث حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ils appellent les gens ils appellent les gens à leur force quroyance celui qui répond à leur égarement et leur amène à l'enfer parce qu'ils invitent les gens à aller à l'enfer celui qui les suit il leur amène à Jahannam nous demandons de la resc dependant de la râle et de les gens de la râle et de le roi à la reine et de l'arrivée et de la râle et de la râle et de l'arrivée et de la râle et de la râle il yoran et de la râle